السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وخلينا نخش في اول موضوع على طول ينفع واحد يصلي هو بيحمل ذنوب ومعاصي كتير يمكن منها كبائر كمان مش انا اللي هجاوبك على الموضوع ده لان لو الاجابة اجابتي يا عم تص فيها هو انا يعني خلاص ابن عدريف اللي فهم كل حاجة لكن الاجابة هنا اجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح صارك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سينهاه ما تقول لو بيصلي هيبطل الغلط اللي هو بيعمله دي سرقة والسرقة من الكبائر يعني من الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك مهما كان الذنب اللي انت بتعمله صلي بتسرق صلي بتزني صلي بتشرب خمر صلي صلي لو كنت قعب بتخترع كده وبتقلف ذنوب جديدة صلي الصلاة هتخش جوه قلبك تزق منه اي ذنب ومعصية وتفضل مكانها وتلاقي نفسك بقى لك سنين عايز تبطل الذنب عشان تصلي فتصلي وصلاتك تخليك تبطل الذنب طب والسؤال التاني العام المصيبة لنا كلنا بقى لعشر عشرين تلاتين ميت سنة ما صليتش يا مين ازاي قضي كل اللي فاتني ده حبيبي الغالي الفقهاء في الامر ده على قولين القول الاولاني انك تقضي مع كل صلاة صلاة هتصلي الظهر صلي دهر معاه هتصلي العصر عصر معاه مغرب مغرب معاه وتفضى تصلي كده وتحسبها كويس لغاية ما تعرف وتتأكد ان كده انت قضيت كل الصلاوات اللي عليك استنى ما تحبطش وما تخافش سمعك وانت جواك صوت بيقولك هو في وقت الكل ده طب امتى وازاي ودي حاجة تقيلة وانا ما اقدرش عليها القول التاني من اقوال العلماء وقول معتبر وانا باخد به وهو قول شيخ الاسلام ابن تايمية ان التوبة تجب ما قبلها التوب دلوقتي وتقول يا ربي استغفرك واتوب اليك فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويقبالك هو الله واقسم بالله وكل الايمانات اللي ترضيه سبحانه وتعالى والله يقبلا فاتوب وتستغفر وتبدأ تكثر من صلاة النافلة السنن الرواتب بتاعت الصلاة اتنين قبل الفجر اربع قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشة تصلي قيام ليل على قدم ربنا سبحانه وتعالى يقدرك وكل ما تكثر من النوافل كل ما النوافل دي بتسد فراغات الفرد بتاعك مش مصدقني يا عم ما تصدقنيش انا اقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم مركز فيه كويس اوي قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو اعلم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت له تامة طب لو نأصى اصبر ما تخافش وان كان انتخص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال مين اللي قال الله عز وجل اتم لعبدي فريضته من تطوعك يعني صلوات السنن اللي انت صلتها تسد عجز الفريضة وربنا سبحانه وتعالى يقبلك وتسعد في جنات النعيم باذن الله الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بها ذنوبك كلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها كل ذنب مدايقك انت خايف منه خايف تشوفه عند ربنا سبحانه وتعالى لما تقابله ذنب بخليك مكسوف وبيبعدك عن ربنا تقف تصلي ييجي الذنب ده ويوضع كما قال صلى الله عليه وسلم اتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقين كل ذنوبك تبقى على راسك وعلك تافت فكلما ركع او سجدت ساقطت عنه اتنفضت راحت ما بقاش ليك ذنب مستني ايه عشان تصلي بالله عليك مستني ايه يلا باسم الله توب حالا لربنا سبحانه وتعالى وقول يا ربي توبتو اليه وابدأ صلاة من دلوقتي وما تبطلهاش تاني واستعن بالله وربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك اللهم اجعلنا من اهل الصلاة بس تنساش اخوك بقى يوم الايامة تروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا ربي في راجل اسمه امير منير شفت له فيديو كده من ساعته انا بصلي ربنا يتقبل مني ومنك تمام ولا هنا ايها السيدات والسادة ينتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته